خليني أتكلم على الملف اللي عملتوه على فوز المغرب ديمة يا مغرب يعني إيه ديمة يا مغرب؟ ديمة كلمة درجة مغربية مشهورة زي تح مصر كده يعني دايما ما تقال في الاحتفاء لما يكونوا فرحانين أي فرح قومي شعبي في المغرب لي علاقة بالدولة وأي فرح لي علاقة بأي مناسبة علاقة بالدولة دايما نقولك ديمة زي عندنا نقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر منتخب الكرو المغربي لأنه ده حدث مش لا يخص المغرب فقط لغير ده يخص المنطقة وكلها يخص أفريقيا كلها صح إحنا فرحانين قبل فرحهم ومع فرحهم وبعد فرحهم أم الدنيا بتفرح لكل أم الدنيا بتفرح بأسود الأطلسي ده كانت الفكرة يعني وكانت فكرة من مجلس التحرير في الوطن إن إحنا لازم المنتخب المغربي لازم يعني نرصد في الوطن هذه الفرحة الضخمة والكبيرة ويعني نتمنى من ربنا نتعود ونتمنى إنه تحصل تتكرر في كل البطلات العالمية بس قولنا نرحق نمسك في اللحظة زي بقوله سوزهكل امسك اللحظة يمكن ما تتكررش الوطن طعمها مختلف عن شقيقتها وده شيء جيد يعني على كل شقيقة أن يكون لها طعمها بس الوطن فعلا حقيقي والله بدون أي مجاملة لو الله العظيم يعني إحنا كنا نتكلم أنا وإنت من كم يوم على مثل الملف بتاع سيدنا الحسين بنتكلم عن دولتي مثلا على ملف المغرب وكذا ففي طعم وفي لون لها نكهتها الخاصة وتبدو أو لازم تستشعر أنها نكهة صحفية قريبة جدا للمصريين جدا هنا بقى هسأل نكهة الوطن في زيارة بتاعة واشنطن رئيس مسافر واشنطن قمة أمريكية أفريقية العديد من الملفات هتناقش ملف النهضة أنا أظن وهيبقى من أبرز الملفات اللي أطرح على المائدة زي ما هيبقى فيه ملفات أخرى متعلقة بالأوضاع السياسية في المنطقة ووضع الفلسطيني وهيبقى أكيد فيه كلام على الوضع الاقتصادي يعني فيه خمس تلاف حاجة إحنا برضو عملنا ملف عدد النهاردة ملف على العلاقات المصرية الأفريقية العلاقات المصرية الأمريكية ملف ضخم استعارضنا فيه كل المعلومات الخاصة بالعلاقات الأمريكا بالمناسبة قرّة يوسف طبعا قرّة زيها زي أفريقا بالمناسبة 52. al 50 ولاية إنت عندك تقريبا في الأفريقيا حاجة وخمسين دولة 54. al 50 دولة 54. al 50 دولة إنت تتكلم دولتين يعني ما حد تش指ك بس دي أمريكا ودي أفريقيا وهي أحجام الولايات قد أحجام الدول بالضبط كده أمريكا قر في عدد ساعات سفر داخل الولايات المتحدة بيتعدل عشر ساعات داخل سفر داخلي عندك توقيتين من الصحل الشرق يعني أطلنطي للصحل الغربي على هادي توقيتين تانيين خالص بالضبط عشان أنا سمعت أصوات أقول لك يعني معلوك كل رؤساء الدول أفريقيا يروحوا أمريكا آه يروحوا مبردو الرئيس الأمريكي بيجي وده على فكرة ملف مكاسب منتظرة